حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة ما هو أفضل كلام يمكن للإنسان أن ينطق به؟ لو أخذنا كل كلام الدنيا هناك أحسن أنواع الكلام الذي ارتضاه الله لنا سبحانه وتعالى هذه الآية أحببت أن أتأملها معكم الحقيقة غالبا ما تستوقفني وهي أفضل أفضل ما يقوم به الإنسان في هذه الدنيا هو الدعوة إلى الله عز وجل أنت يمكن أن تعمل طبيبا أو مهندسا أو باحثا أو في مهن حرة أو في كرجل أعمال أو كبناء أو إلى آخرين ولكن ما هي أفضل كلمات يمكن أن تنطق بها حتى ضمن مهنتك حتى لو كنت أستاذا أو عاملا أو في أي مجال كان ما هي الكلمات التي يريدها الله منك بحيث أن الله اعتبرها أحسن كلام على الإطلاق انظروا معي أيها الأحبة الله تبارك وتعالى يقول وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا ماذا؟ هنا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا هنا يريد الله سبحانه وتعالى أن يوصل لك رسالة أن أحسن قول على الإطلاق هو ما سيخبرك به هذا الإله العظيم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ ما معنى دعا إلى الله؟ الدعوة إلى الله أيها الأحبة في الإسلام لا يوجد داعية إسلامي لا يوجد شيخ لا يوجد رجل دين كل مسلم هو داعية إلى الله كل إنسان لديه معلومة مهما كانت صغيرة أو كبيرة يمكن أن يدعو بها إلى الله سبحانه وتعالى أنت يمكن أن تقدم نصيحة لإنسان يحتاج هذه النصيحة هذه دعوة إلى الله أنت يمكن أن تسلك سلوكا حسنا في مجتمع ملحد مثلا فأنت تقدم صورة مشرقة وصحيحة وتطبيق عملي عن الإسلام عندما تكون صادقا مثلا وتتجنب الكذب أو لا تغش أو تكون صادقا في المواعيد هذه دعوة إلى الله أيضا ليست الدعوة مجرد أن تعمل في حقل الدعوة لا كل إنسان يمكن أن يدعو إلى الله أحسن عمل وأحسن قول على الإطلاق هو الدعوة إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله رقم واحد رقم اثنان وعمل صالحا انظروا أيها الأحباء العمل الصالح يأتي في مرتبة أقل من مرتبة الدعوة إلى الله لماذا؟ كل الأنبياء ما هي مهمتهم؟ مهمة الأنبياء الرئيسية هي الدعوة إلى الله وهم أعلى أصناف البشر هم المقربون من الله عز وجل ورسالة الأنبياء هي دعوة إلى الله الأنبياء لم يطلبوا أجرا لم يقوموا ببناء مثلا أهرامات أو بناء أبنية عملاقة أو لم يتركوا العلم ورثوا العلم دعوتهم إلى الله هي عن طريق العلم وكبير الدعاة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام لذلك أيها الأحبة هذا النبي الكريم كانت مهمته الدعوة إلى الله كان شغله الدعوة إلى الله عمله الدعوة إلى الله حياته كلها كانت القرآن حياته كانت القرآن خلقه كان القرآن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله واحد وعمل صالحا أثنين وأخيرا وقال إنني من المسلمين وقال إنني من المسلمين يعني أنظروا أيها الأحبة كيف رتب الله سبحانه وتعالى الأعمال حسب أهميتها وضع الدعوة إلى الله مع العلم أن الدعوة إلى الله هي في القلب وفي اللسان وفي العمل تشمل كل شيء السلوك هو دعوة إلى الله السلوك الصحيح دعوة إلى الله عندما تلتزم منهج الله عز وجل تمتنع عن الزنا عن الخمر عن أكل مال الحرم هذه دعوة إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين لذلك أيها الأحبة الآية هذه ماذا نستفيد منها نحن اليوم كيف نسقطها على واقعنا أخي الحبيب في كل لحظة أنت تستطيع أن تدعو إلى الله عندما تأتي بمقطع فيديو عن الإعجاز العلمي أو عن معلومة قرآنية أو حديث نبو أو معلومة مفيدة بشكل عام وترسلها لشخص قد يكون في أقاص الأرض أو مجموعة أشخاص هذه دعوة إلى الله أنت عندما يعني تدخل على مواقع مثل فيسبوك معظم الناس يدخلون فيسبوك ويوتيوب وكذا تشارك معلومة قرآنية هذه دعوة إلى الله تشاركها مع صديق أو مع أشخاص الدعوة إلى الله أيها الأحبة عمل ممتع يعني لا يشعر به لا يحس به إلا من يمارسه من أمتع الأعمال وأكثرها لذة يعني أنت تشعر بحلاوة الإيمان عندما تدعو إلى الله هذا السؤال يردني كثيرا لماذا لا نشعر بحلاوة الإيمان أقول لأنك لم تتذوق طعم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى طعم الدعوة لذيذ جدا أيها الأحبة لماذا؟ لأنك تشعر بأنك تعمل عند الله عز وجل أحدنا إذا عمل عند رئيس أو وزير أو أمير أو ملك فيشعر بنشوة من خلال هذا العمل كيف بمن تكون وظيفته عند الله سبحانه وتعالى يعني أنت موظف عند الله تعمل بأمر الله والله يقول لك أفضل ما يريده الله منك وأحسن قول يمكن أن تتكلمه هو الدعوة إلى الله لذلك أحبتي في الله يعني أدعوكم جميعا أن تحفظوا هذه الآية وأن ترددوها كل يوم وأن تعملوا بما جاء فيها عسى أن نلقى الله عز وجل وهو راضي عنه وعسى أن نشعر بحلوة الإيمان وعسى أن نزيل هذه الهموم ونزيل تعلقنا الزائد بهذه الدنيا نكرر هذه الآية ونختم بها قال تعالى وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلْقِ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لَيُشَاوجِهِ